اشتركوا في القناة في تفسير التوحيد اريد ابين لك التوحيد افسر لك التوحيد اظهر لك التوحيد الذي وجب عليك وتشوقت اليه ولابد من التحقيق والخوف من ضدي والدعوة اليه قال خذ التوحيد من هذا الباب الى نهاية الكتاب وشرح هذه الترجمة ما بعدها من الابواب لكن هو رحمه الله فسر التوحيد بضده وبضدها تتبين الاشياء يسألك بعض الناس يقول لك ما هو العلم تقول العلم ضد الجهل النور ضد الظلمات قيام قعود فاراد ان يفسر التوحيد بضده فسر التوحيد بضده ابين انواع الشركة الاكبر اربعة اقسام الشركة الاكبر اربعة الاول الشرك في الدعاء والشرك في المحبة والشرك في الطاعة والشرك في النية والارادة والقصد الشرك في الدعاء الدعاء ينقسم الى قسمين دعاء عبادة ودعاء مسألة دعاء طلب دعاء العبادة اي عبادة تصرف لغير الله شركة اكبر الثاني دعاء المسألة دعاء الطلب ينقسم إلى قسمه فيما لا يقدر عليه إلا الله صرفه لغير الله شرك أكبر مرأة تأتي مثلاً قبر النبي صلى الله عليه وسلم تطلب منه الولادة وإنزال الغيث لا يقدر على هذا النبي صلى الله عليه وسلم وهو حيث أبالنا وهو ميت شرك أكبر دعاء مسألة دعاء طلب فيما لا يقدر عليه إلا الله شرك أكبر الثاني دعاء طلب دعاء مسألة فيما يقدر عليه المخلوق أنا أقول لهذا الأخ اعطني كاسة ماء يقدر عليه أو لا ننظر حي وحاضر وقادر وتعتقد أنه سبب لابد من شروط أربعة تنطبق وإلا انتقل من الجوازل الشرك حي خرج به ما لو طلب من غائب حي خرج به ما لو طلب من ميد حاضر خرج به ما لو طلب من غائب يكون هو هنا وينادي الولي الذي في الهند مثلا قادر خرج به ما لو طلب من عاجز إنسان غرق في البحر وينادي إنسان مشرول على الشاطئ يقول له أغثني كيف وهو عاجز الرابع أن يعتقد أن هذا السبب لا يضر ولا ينفع والذي بيتي جلب المنافع دفع المضار هو الله سبحانه وتعالى مثل الدعاء الاستعانة والاستعاذة والاستغاثة والشفاعة أنا أقول لهذا الشيخ أعني في حمل هذه الطاولة يصح أو لا ننظر حي حاضر قادر نعتقد أنه سبب يصح هذا الطالب يريد أدخل في الجامعة وجاء إلى أحد الدكاترة وقال أريد أن تشفع لي حتى أقبل في كلية الشريعة مثلا ننظر هل يصح هذا أو لا حي حاضر وقادر تعتقد أنه سبب يصح إذن مثل الدعاء الاستعانة والاستعاذة والاستغاثة والشفاعة إذن معنى هذا أن أخذنا في الدعاء أخذنا مع الدعاء الاستعانة والاستعاذة والاستغاثة والشفاعة وهذا من تفسير التوحيد أيضا